مشاكل العمل النقابي كرة الثلج التي يزداد حجم تعقيداتها يوما بعد يوم ففي مشهد جديد اعتصم عدد من ممثلي القوائم المترشحة لنقابة الأشغال أمام الهيئة العامة للقوى العاملة للمطالبة بأعادة انتخابات النقابة وعدم إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للقائمة الفائزة طلباتنا بسيطة ما نطلب أي شيء يحدى اليوم معين للانتخابات تشرف عليه الهيئة العامة هي المشرفة بس نفسها وإشراف الاتحاد الحكومي كما نصت اللاعحة 56 من نقابة الأشغال واللاعحة مالة الاتحاد 30 بالمؤتمدة من مجلس إدارة نقابة الأشغال وعلى ما أعتقد أن نفس المجلس هذا هو نفسه اللي صدق على مالة 30 من الاتحاد الحكومي المعتصمون وضعوا لائحة بما اسموها مخالفات انتخابية أبرزها كان منع المناديب من دخول اللجان وأن الاتحاد العام ليس مخولا بإدارة الانتخابات إضافة للتلاعب بصنادق الاقتراع ومنع أعضاء الجمعية العمومية من الدخول نبي انتخابات تحت القطاع الحكومي ووفق النظام ووفق الدستور والدستور اللايحة اللي هو المادة 30 من دستور القطاع الحكومي ومثل ما تشوف الناس وتجمع نحن الغينا هذا الاعتصام بناء على طلب وزيرة الشهون ومدير القوى العاملة الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت عدم اتخاذها أي قرار لتثبيت نتائج الانتخابات أو إبطالها واعتبارها لغي ننتظر الآن التغرير يرفع من اللجنة المشرفة مثل ما تفضل أخونا أنور اللي هي اللجنة المشرفة من غبل الهيئة احنا ما لنشغل فيما احترامنا لهم أهم اللي يسوون بينهم لجان بينهم الجمعية العمومية احنا ما نتدخل في صلاحياتها لكن احنا أرسلنا لجنة حسب تعليمات معالي الوزيرة اللجنة هذه ذهبت بدور مراغب ومشرف راح ترفع لنا تغرير باللي صار إذا التغرير اللي صار مثل ما تفضل فيه أخوي أنور راح يكون لنا موقف قائمة الجميع أعلنت عن فوزها في الانتخابات بإشراف وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة ليظل المشهد ضبابيا حتى إعلان الاعتماد أو الإبطال الخميس المقبل الاعتصام حدد مطالباته بإعادة انتخابات نقابة الأشغال وسط رقابة وإشراف وزارة الشؤون ووضع لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية لتلفزيون المجلس أحمد الشمري